عندما تنظر إلى البدعة يقول الشاطب رحمه الله تنظر إليها من جانب تظن أن لها أصلاً في الكتاب والسنة وعندما تنظر إليها من جانب آخر تجد أنها مخالفة كما ذكرنا في زيادة ركعة مثلاً في صلاة العصر أو في أي صلاة وبعض الناس يقول ما المانع أن نزيد ما المانع أن نزيد نقول المانع هذا الذي يريد الزيادة كأنه مشرع يريد أن يأتي بدين غير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان كما يقول الشيخ محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى يقول معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل أول فرك حدث في الأرض بماذا؟ بشبهة الغلوف الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ في أول الأمر ابتدعوا صوروا تماثيلهم صوروا تماثيل للعلماء حتى يتذكروا ما كان عليه العلماء صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم إذن أنظر إلى البدعة في أول الأمر أدت في آخر الأمر إلى الشركة الأكبر بعض الناس تقول له الآن عندما تقول سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد لا يجوز أن تضيف والشكر لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عطس مثلا يقول الحمد لله لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول هذا بتعه إذن لو سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم والسلف الصالح لكننا على خير لأن البدعة ارتكاب البدعة يصد عن سنة ترجمة نانسي قنقر